من أعلام دار الهجرة التابعي الجليل محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير أبو عبد الله القرشي التيمي روى عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وروا عنه الزهري وهشام بن عروة وأيوب السختياني وغيرهم من الأئمة كان من أهل الحفظ والصدق قال سفيان بن عيينة كان بن المنكدر من معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون وقال إبراهيم بن المنذر عنه غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة وكان من أبر الناس بأمه بات أخوه عمر ذات ليلة وهو يصلي من الليل وبات هو يدلك رجل أمه ثم قال ما أحب أن ليلتي بليلته كان بن المنكدر عابدا ناسكا قال سفيان الثوري تعبد ابن المنكدر وهو غلام وكانوا أهل بيت عباده وقال ابن المنكدر كابت نفسي أربعين سنة حتى استقامت وكان معظما للسنة النبوية قال فيه ابن حبان كان من سادات القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ أحد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفي ابن المنكدر بالمدينة النبوية سنة مائة وثلاثين ودفن بالبقيع فرحمه الله وسائر السلف الصالح أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة